ظهور متحور أوميكرون يمثل خطرا مرتفعا في العالم لكن معادل انتقال العدوى به لم تتضح بعد بهذا حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار المتحور الجديد عقب اجتماعها كما أكدت على إمكانية تغلبه على الجهاز المناعي الأمر الذي سيزيد من تأزم الوضع وارتفاع عدد الإصابات في صفوف الملقحين أيضا الوضع الوبائي الذي حذر منه عديد المختصين الذين أجمعوا على أن المتحور مختلف بدرجة كبيرة حيث يحتوي على عدد مرتفع من النسخ بعضها مقلق الوضع الوبائي الحالي استدعى اجتماعا عاجلا لوزراء الصحة لمناقشة كيفية التعامل مع المتحور الجديد الذي ظهر أول مرة في جنوب إفريقيا الأسبوع الفارض واتغلغل إلى القارة الأوروبية حيث رسدت إصابات في كل من بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا وفرنسا في محاولة لكبحي جمح المتحور أوميكرون لجأت العديد من الدول بما في ذلك بريطانيا، الولايات المتحدة، كندا، ألمانيا، تركيا، السعودية وغيرهم إلى فرض قيود على السفر إلى بعض البلدان الإفريقية خاصة جنوب إفريقيا بعد اكتشاف المتحور هناك ترجمة نانسي قنقر